تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيتريسون والذي يأتي في ظل استمرار التشاور بين الجانبين حول سبل التعامل مع الأزمة السورية عربيا ودوليا خلال الفترة القادمة وتناول اتصال القرار الأخير بشأن تطورات الوضع في سوريا الصادر عن الاجتماع الأخير لمجلس جامعة الدول العربية وما تناوله القرار من استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس الجامعة هذا وأكد شكري على الدول الذي تضلع به الدول العربية حاليا نحو العمل لإنهاء تلك الأزمة الممتدة وهم يقتضي العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة ممثلة في المبعوث الخاص إلى سوريا